حدثنا حسين بن محمد حدثنا جرير يعني ابن حازمين عن ايوبا عن ابن ابي مليكة عن عبدالله بن حنظلة غسيل الملائكة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم اشد من ستة وثلاثين زنية حسنا وكيع حدثنا سفيان عن عبدالعزيزي بن رفيع عن ابن ابي مليكة عن ابن حنظلة بن الراهب عن كعب قال لان ازني ثلاثان وثلاثين زنية احب الي من ان اكل درهم ربا يعلم الله اني اكلته حين اكلته ربا حسنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة حدثنا سعيد عن محمد بن المنكدري عن رجل عن عبدالله بن حنظلة بن الراهب ان رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقد بالا فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال بيده الى الحائط يعني انه تيمم حدثنا يعقوب حدثنا ابي عن ابن اسحاق حدثني محمد بن يحيى بن حبان الانصاري ثم المازيني مازين بن النجاري عن عبيد الله بن عبدالله بن عمر قال قلت له ارأيت وضوء عبدالله بن عمر لكل صلاة طاهر كان او غير طاهر عما هو فقال حدثته اسماء بنت زيدي بن الخطاب ان عبدالله بن حنظلة بن ابي عامر ابن الغسيل حدثها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان امر بالوضوء لكل صلاة طاهر كان او غير طاهر فلما شق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بالسواك عنده كل صلاة ووضع عنه الوضوء الا من حدث قال فكان عبدالله يرى ان به قوة على ذلك كان يفعله حتى مات اشتركوا في القناة